اتعلق بتحديات الاهلي في العام الجديد تعالى بقى في حاجة مهمة اوه احنا مش ناسينها حاجة غاية في الاهمية وهي خاصة بايه الحاجة المهمة دي تاني من اسبوعين بالتحديد اسبوعين تقريبا طالع مين المهندس احمد مجاهد قالك ايه قالك يا جماعة الاهلي هيلعب بكامل نجومه ومنتخب هيلعب بكامل نجومه احنا النهاردة كام واحد في الشهر طولة الامر الافريقية امتى يوم تسعة تمام تنتهي امتى يوم ستة فبراير كساعة يمتدي امتى يوم تلاتة فبراير هيلو اول مطش الاهلي يوم كام يوم خمسة فبإذن الله واحد احد لو منتخبنا وصل للنهائي فانت بتفقد تسع عناصر اساسية تسع عناصر اساسية بدر بنون علي معلول اليو ديانج وسبعة في المنتخب المصري فتسع عناصر اساسية انت بتفقدهم في بطولة صعبة قوي قوي مش ما تتقرنش بأي بطولة انت بتلعبها هنا في مصر او في افريقيا يعني اه طبعا بطولات كلها هنا قوية طبعا محدش يقدر يلغر كده يعني يلغر كده بيهزر كالعادة انتوا عارفين فيه ناس تهزر كده لكن في نفس الوقت الاقوى الاصعب هي كساعة من الاندي فلحد دلوقتي احنا مش عارفين فين الحل اللي قال عليه المهندس احمد مجاهد فين اللي حيحصل احنا مش عارفين فين الوعود اللي قالها ليس كل ما يعرف يقال لحد دلوقتي لا فيه حاجة تعرفت ولا فيه حاجة قالت فاحنا ما نفكره تاني والله يعني كل اسبوع ما نفكره كم لو بصراحة لو بصراحة ما فيش اي حال من الحلول هو هيبقى شكل وحش بصراحة يعني يعني ما كامل احترام وتقدير شكل وحش كالحاجة وما تنفذتش يعني لكن ما بقاللش من شخصيته او من اي شيء اخر يعني لكن هيبقى شكل وحش قدام الجمهور يعني انا قلت حاجة وما تنفذتش فاحنا منتظرين انه يطلع باذن الله كلامه صح ونلاقي الاهلي بكامل نجومه في الكاس العالم هو الحل الوحيد دلوقتي ان الكاس العالم يتأجل شوية ثلاثة اربعة تيام فعنشوف ده هيحصل او مش هيحصل في العموم احنا بس بنفكر المسؤولين في او عن الجزئية دي تحديدا طيب تعالوا نتكلم شوية على النادي الاهلي النهاردة كان فيه اجتمام